بوشريق قائد الفريق غعلاق رقم عشرين جليلان الحين رقم تسعة ثلتاش صامير وحداش وفي الملغاشي ورقم تسعة وتسعين مساعدية بالنسبة للحتياطيين الغول في حرس المرمى أو الحرس الثاني خليل مولاي بولمدايس حاجي بوهن بلخضر وبحري المدرب السيد براتشي وعلى الصورة الحكم السيد غربان المصطفى تسعة وعشرين سنة نذكر أنه أرضية جميلة جدا سيلعب عليها هذا اللقاء الذي ينطلق في الأوينة بالذات ومعي طبعا عرمى اللاعب السابق لشباب قسنطينا ولاعب دولي سابق ولاعب بولديد قسنطينا لاعب شباب باتنا على كل كتقني وكلاعب رح يكون معنا في تحليل هذا اللقاء جمعية الشلف بوحدة تسعين نقطة مع كل من ملودي فعل ما ونصرف في السنة بسبعة وعشرين نقطة في المرطب الأحيان ما هو التعليق أولا على هذا اللقاء اللي قلت يلعب في تسعين دقيقة نظن أنه كل الفريق راح يحاول حاليا فوق أرضية الميدان يبين واش عندهم من إمكان نظن مقابلة اليوم تاع فريق شباب قسنطينا وجمعية الشلف مقابلة ما صيرية للفريقين اخفاش عليك اليوم شباب قسنطينا محتاج إلى ثلاثة النقاط كما فريق جمعية الشلف لترتيب تاع الفريقين ونظن نتيجة يحدوها اللاعبين فوق الميدا بارك الله فيك إذن حتى نكون طبعا في الصورة الحكام يعني وطبعا الرابطة والاتحادية الجزائرية كورس خدم تعمل على أنه اللقاء تكون في نفس التوقيت والحكام منعطهم حتى يعني نقول في اللحظات الأخيرة حتى الحكم يعني الرابع اليوم منعرس اسمه حتى الآن ونعرس بعد قليل الاسم تاع الحكم الرابع طبعا هذا تفادي لكواليس اللي ربما راح تحدث أو ممكن أنها تحدث ولكن حتى متفادة الكواليس ومتفادة يعني هذه الأمور الغير رياضية فالاتحادية والرابطة عملت على هذه الأشياء على أنه يكون فيه تحكيم وحايد تحكيم نزيه شالفو قريبا الميدان وانطلاق آل يتواف يدخل منطقة العمليات ونعماني نعماني يدخل كيف عذاري نعماني كان قريبا أخطأ أمام مبلع شباب قصنطينة أيضاً نذكر أنه شباب قصنطينة قلت يحتل يعني مع اتحاد بالعباش شديد القبائل ومحاولة داخل منطقة عملية نعماني تبقى لصالح شباب قصنطينة والمحاولة وتدخل نعماني ثم قوية تسديدة تسديدة ولكن تدخل اللعبين وتدخل دفاع جمعية شلف المتماسك والقريب من بعض وبعض والمحاولة لصالح شباب قصنطينة المدعوم طبعاً بأنصار وملعب الشهيد حملوي يقول والله أرضية ميدان استعرم أرضية ميدان يعني يقول عالمية يقول صراحة شيء صحيح أرضية ميدان تعمل ملعب شهيد حملوي من أحسن أرضيات على مستوى الوطن هنا ومضمن تساعد اللعبين على طريق كورة نظيفة وجميلة شوف تضيع فرصة لشباب قصنطينة أمام دفاع رجع بكل التعداد اللعب الفوافي يعني يستغل الفرصة على الجهة اليسرى والزعم اللعب بساعدية لا يستغل الفرصة كمين اليوم طبعاً الأمور مع المدرب السيد براتشي طبعاً براتشي يعرف كورة جزائرية جيداً ذكر أنه كان معمول جيداً الجزائر فاز مرتين لكأس الجزائر المدرية كأس بطولة نعم يعني نقول أنه من الجانب الآخر المدرب الشاب من شوية من شوية يعني الإمكانيات بتاعه معرفة مع ذنين كبير اللي كان مدرب مع الشيخ صعدان في 2007 حتى 2010 المدرب للمنتخب الوطني مساعد المدرب المتخب الوطني في الأمور يعني نقول أنه المدرب بين الثنين عندهم يعني يقولوا عندهم شي يميزهم بشوية اللي حاول أنه يرجع بجمعية شلف وحتى في كأس إفريقيا حالياً يشارك ومنها إن شاء الله النجاح لجمعية شلف التوفيق إن شاء الله في مقابة العودة إن شاء الله والمحاولة لصالح جمعية شلف تدخل الدفاع عن طريق علاق ثم من هناك لصالح فريق شباب قسنطينة شباب قسنطينة على الجهة الإسرالي بن شريفة وليد بن شريفة يتمكن من الفوز في هذه التناص هذه الكرة على التماس نحي تعلق في وسط الميدان ترجع الكرة لجغبالة جغبالة سبق لون نتقبس ألوان اتحاد الحراش ومولودية الجزائر والكرة على الجهة اليمنى لرماش رماش اللي كان يلعب بشبيلة القبائل هو الآخر مدافع أيمن يصعد كثير عندي ومعروفة يلعب ومعروفة على الجهة اليمنى خاصة هنا في ملعب خسنتنا يلعب الهجوم مباشرة نعم وهذا طبعا أنت كنت لعب وسط الميدان محوار وسط ميدان دفاع ومحوار دفاع شفت محاولة لصالح الشباب خسنتنا وتدخل الدفاع ثم ترجع هذه الكرة لصالح جلال حين جلحين ومحاولة لكن تدخل دفاع الشباب أو جمعية شلف الكرة لزوش ترجع للنعمال لكن وكاد يكون الخطأ من فريق جمعية شلف على أمام المرمع بدرو هذا اللعب البنيني كذا فيه بدرو اللعب البنيني كواكو من الكودي بوار فيها لعبين كثير معاقب يعني نقول المعاقب هو ملياني معاقب من جمعية شلف زاوي وحدوش المحاولة لصالح فريق شباب قسنتنا ضايع مع ماني الحارس الأمين لدفاع جمعية شلف في محاولة تدخل الدفاع عن طريق علاج علاج للكوراني صالح بن شريفا بن شريفا في محاولة ما تفوتش ما تمرش يتوافي ومحي ناحي كان وراء هذه الكورة وزاوش من هناك لحد الآن الطريقة اللي يلعب بها شباب قسنتنا الاعتماد عن الهجوم وفريق جمعية شلف متواجد بعدد كبير من لعبين في وضعية الدفاع يعني شاهدوا هنا فريق جمعية شلف رو رجع للوراء وشاب قسنتنا فالله حضاج هذو يعني وضاقت شوية على فريق جمعية شلف وشاهدوا بالجمعية شلف الفريق رو يعني يلعب الحذر فريق شوي قسنتنا رو دقيق هذو يعني باهي سهل باهي سهل مأموري عليه باقية مقابل نعم نظن شامل قسنتنا حتى جمهور جمهور توافد على ملعب الشهيد حلوي من مدينة شلف كثير يعني الصورة موجودة أه أتمنى أنه شيطة نوفل المخرجة على الشهيد لمحطة قسنتنا كهوية أنه يكون مع الزملاء الفنيين مع صورة طبعا الجمهور اللي جاء من مدينة شلف واستقبل استقبال رائع مثل ما استقبل فريق جمعية شلف من طرف الشباب قسنتنا في ظروف جيدة جدا يوفر لهم كل من الإلكانية لا الله الحمد لله فريق جمعية شلف يعني استقبل إحسين استقبال وكما يقول البطولة هذه كورت قدم بونغ لازم إنسان يستقبل أخي هنا في ملعب تاعه والفايز راح يكون يعني النتيجة رايح لها اللاعبين فوق الميدان بإم بالمع نتقل بمثل حمد من سندون ما يخف لكم جمعية شلف في وضع حارجة نظل الاستقبال لكلمة المناصرين يعني استقبل بأحسن استقبال وما ما موفر لها من المكان وعرما معروف عليه الكرامة كورت قدم في الميدان تلعب طبعا هذا الشيء اللي نحتاجها الرياضيين دائما عندهم الرضا هذا القبيعة لمليحة لأنه يكون جيد كريم رياضي لا يهموا النتيجة والمحاولة لصالح فريق سبب قصنطينا كانت قوية جدا حقيقة العمل اللي قام بها سعدية حقيقة رجع كورة ونذكر أنه فريق جمعية شلف عنده حارس شاب حارس صالحي عبدالقدر صالحي من أحسن من أحسن الحراس الشباب بطولة أثبت هذا وفي عدة مقابلات مهم في مقابلات تعلق الكأس اللي فاز بهم جمعية شلف كله دور كبير نعم هو اللي كان أهل جمعية شلف مع التهلاء العاصمة شفنا مقابلات عنده إمكانيات نتمنون إن شاء الله النجاح هو حاليا نضم للمنتخب الوطني العسكري الله يبارك مع المنتخب الوطني افتسال مع المنتخب الوطني العسكري اللي راح تكون له في شهر سبتمبر قادم العاب العالمية وكأس العالم العسكري نعم إن شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني العسكري والمحاولة لصالح بشريفة على الجهة اللي صلى نحية فوفي واحد ثلين بنوبين فوفي بليحة هذه الكورة يمر الروا تدخل الدفاع مرة أخرى مرة أخرى يدخل الدفاع جمعية شلف ويخرج هذه الكورة متماسك لحد الآن فيها عمل كبير يقوم به فريق شباب قسنطينة والحالي لصالح تجار الكورة مباشرة إلى التناس يعني نحن نعيش الدقيقة 11 أو 12 فيه عمل جيد من فريق شباب قسنطينة خاصة بين مسعودية بين اللعب جلاحين واللعب فوفي يدخل كثير يدخل المنطقة عمليات بعمل جيد يعني يوزع كورات يوزع كورات على تابق ننطن فريق شباب قسنطينة نلقى يعني إلى الجهة اليمنى تعطريق شوف الحاول والحكم يقول خطأ نعم يقول خطأ إذن خطأ والإنذار لللاعب اللي 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 سقط راح نشوف الحاوغربال ينذر اللاعب وشريط القائد عليه مسعودية رقم 99 ينذر ببطاقة صفراء نشوف صالحي دخل بيديه والحكم اعلن على على أنه العمل كان يعني الصورة ورحة يعني القرار الأول والأخير يعود الحاكم هو رؤية الحاكم في مقابله هو طبعا المحاولة في وضعية تسلل زن غربال قال أنه العمل هذا مفتعل من اللاعب حب يغالط الحكم سيد غربال وأعطاه الإنذار ومباشرة إلى التماس تماس قلت أنه فيه غياب زاوي المصاب حدوش معاس ضيف الحارس الثاني اليوم ما هوش موجود في القائمة بسبب مرض والده بأعنبا اللي انتمنى إن شاء الله والد والد الحارس ضيف يكون إن شاء الله بصحة ريدة وتمنول الشفاء فاعتمد فريق جمعية الشلف على الحارس يعني أقل من عشرين سنة بن عبورة الكرة لصالح زاوش المحاولة لفريق جمعية الشلف يمرر نحية بدرو بدرو الكرة لصالح جمعية الشلف لحاول يهدأ لوعا ما ويمتص حرارة لعيني شباب قسنطينا الكرة ترجع لنعماني نعماني وصعب هذه الكرة وتدخل الدفاع تدخل الدفاع أمام كواكو كواكو من جغبالا جغبالا عليه طبعا عنده الإمكانيات البدنية المرفولوجية اللي تخليه لنه يعني يدخل بمش للرجل ولكن مباشرة تدخل يعني جغبالا عنده إمكانيات كبيرة في الدفاع وعنده خبرة سبق لولا في فريق مولدية العصمة واتحاد الحراش نضم لعب عنده إمكانيات هذا باسب إذن الحارس نقول عاش لحظات هادئة جدا الحارس محمد سيدريك اللي كان وراء التعادل اللي رجع به فريق شباب قسنطينة من السورة نظن أنه مقابلة كبيرة فريق شباب قسنطينة مقابلة كبيرة ونظن في آخر مطاف المقابلة كان الحاكم معلون على ضرب الجازة يعني بكل صراحة كان ضرب الجازة شرعية وكان الحاكم كان الحارس سيدريك يعني في المستوى وقد الموقف واللي تقدر تقول 90% هو اللي عاد بالنقطة هو اللي عاد بالنقطة من وقت بدل الضايع نعم إذن بحارس سيدريك عنده إمكانيات وهو طبعا ما هوش من فريق الوطني هكذا لكن نظرا على التعو الكبير جدا والمحاولة إذن بلل الحاكم سيد غربال علم على خطأ لصالح شباب قسنطينة من هناك على الجهة اليوم رماش يفتح فتحة طويلة لكن إلى 6 أمطار 6 أمطار مباشرة للحارس صالحي عبدالقادر صالحي عبدالقادر الحارس نظن فيه بعض الأخطاء ارتكبت على مستوى خط دفاع جمعية شلف العديد من المرات ولكن نجح نقول نعماني ورفاقه في صد هجمات فريق شباب قسنطينة ونحن نقول سعرنا في مثل هذه اللقاءات اللقاءات يعني صعبة و يعني ربما اللعبين ما يفكروا إلا في الفوز بأي طريقة في بعض الأحيان فيه تسرع في بعض الأحيان يدخل مجال التسرع أو اللعبين كلهم يدخلوا مجال التسرع وما يركزوش على الشيء اللي يكون ربما أحسن وهو تركيز وربما الرزانة والمحاولة اللي فريق جميع تلف وخروج من الكرة من شباب قسنطينة هالكرة لصالح الشباب سعدية ومحاولة يبقى انتظار في محاولة قوية لكن بعيدة بوق المربع بو شريط بو شريط دان قلت ها التسرع يعني راح يكون من الجانبين يمي يخفى شريك سيعاب الحفيد مقابلة في هذا الضغط يعني مقابلة يعني تلعب العصاب والجزئية صغيرة اللعبين روما متسرعين شوية يحوسوا يعني من الجانبين يحوسوا سجل وبه يقوموا بو بيرتياه ونضم التسرع هذا لازم يقول اللعبين يعفوا فيتحكموا في العصاب وتحكموا في الكرة بسك مقابلة ما زلت يعني تسعين قيطة لازم انسان يركز إلى غاية دقيقة الأخير المقابلة نعم هذا خاصة الكرة الحديثة وعلي نقول ان في بعض أحيان يعني نشوف المقابلات تركيز والتركيز مطلوف خاصة في المقابلات كيف فريقين يعني الفريقين يلعبوا عن النزول يعني الملطبة مش مريحة تلقى اللعب يلعب يعني مشدود على الأعصاب والضغط مع الأنصار يعني نتمنى الملعبين يعني في زوج يعني تعالفريقين إن شاء الله يتحلوا بالهدوء والرزارة المحاولة اللي يصالح فريق شباب قسنطينا فارجع الكورة هذه لسيدريك محمد سيدريك كان حرص مرمى فريق شبيبة بيجاية هو الفريق الأول اللي يلعب ليه يعني محمد سيدريك من جزائلا في شبيبة بيجاية من جزائلا في شبيبة بيجاية لما كان طبعا الدوري المحتر في موبيليس الأول والمحاولة وخطأ سيد غربان يقول خطأ لفوف دل على مساعدية على مساعدية بعد التدخل من زوج 18 دقيقة تقريب 19 دقيقة تمر على الشوط الأول النتيجة متعادلة 0 مقارن 0 ضغط من جانب شباب قسنطينا وجمعية تشلف لحد الآن متواجد في منطقته وتنفيذ هذه الكرة التابتة اخرجها من جانب بن ترجع لبن شريفة ثم فوفي لعب فوفي مرفوعة والكرة العالية تخدم أكثر الفريق والكواكو في انطلاق أمام مسئلة لعب لتخلص من المراقبة محاولة لكن بعيدة نشوف كيف تخلص من المراقبة لعب كواكو رقم 15 وهو لعب نكون عنده إمكانيات لعب الإبواري عنده إمكانيات فنية وبدنية والحذر طبعا يبقى على النعب هين فوق أرضية الميدان وعلى الدفاع وبوشريط بوشريط بوشريط يتحصل على مخالفة يتحصل على مخالفة بعد التدخل من نيت يحيان ومسعود لحد الآن ما ظهرش مسعود في الهجوم لأنه الفريق يلعب أكثر في وضعية الدفاع المحاولة لفريق شباب قسنطينا هل ستخرج أو ستكون لشباب قسنطينا لا لجمعية شلف يخرجها الدفاع عن طريق بادرو البنيني ثم سيدريك جغبال علاق ناحية السعودية ومحاولة وفوفي يدخل منطقة عمليات يحاول الدخول أمام ثنين ثلاثة من اللعبين وخطأ فعلا خطأ خطأ على الزوش نشوف الإعادة كان فيه يعني الخطأ مستحق لأنه كان عمل خطأ الزوش نعم كان فيه المروغة والحكم طبعا يطلب الأمطار القانونية وفي التنفيذ من سيكون فيه لاعب رقم تسعة جلال حين والحاس على الصورة الحار الصالحي من سيلفي هل جلال حين أو لعب صامير 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 من هو اللي يحسن التسديد بل في الجدار البشري وابعيدها تسطدم بالجدار البشري وابعيدها كانت هذه اللقطة اللي كان قام بها برني برني رقم أربعة من أو برتي عبتم عبتم برتي اللعب المالي المالي مدافع مدافع يعني يعني لعب في المحور محور وملاعب دولي من المالي ومميمكنيات كبيرة نعم برتي ومحاولة لصالح فريق شباب قسنطينة في هذه المحاولة من ناحية العلاق اللي يفضل مدن الجراحين ووليد بن شريفة وليد بن شريفة كان يلعب لشبيب القبائل اللعب محاولة لصالح وفي يحاول يحاول الخلوج بهذه الكورة ولكن التدخل كان موفق من جمعية تشلف ترجع الكورة لعلق رقم عشرين علق يبدل تماما لتاح ناحية بارتي بارتي يمد كورة للعمق جائل الركنية أو 6 مطار لا ركنية ركنية مساعد الحكم يقول ركنية والحكم السيد غربال قريب من النقاط ابن عماني الحارس الأمين اليوم لمساعدية طبعا نذكر أنه بولنديس موجود في الاحتياط بولنديس واحد من الهدفين تعشجات بقسنطين والفطولة الوطنية موجود في الاحتياط ركنية ملفظة كما يبغي وتخرج 6 مطار بعد هذه الرأسية من علاق علاق العبلي نصر حسين سيدا الكورة خرجت ليش بعيدة كتير شوالإعادة رأسية ربما مركزش كما ينبغي وإلا كانت الرأسية تكون خطيرة جدا الكورة ترجع لعلاق مرة أخرى التدخل أمام كواكو وخطأ من كواكو خطأ من كواكو لصالح علاق 23-24 دقيقة اتمر من الشوطة الأول بملعب الشهيد حملوي وبعاصمة طبعا الحليم هي عاصمة التقاطة العربية مدينة قسنطينة محاولة لصالح فريق شباب قسنطينة فوفو يدخل منطقة عمليات وشاء عمل راح يفتح وتبقى كورا لصالح التخوف من اللعبين بن شريفة دائرية لصالح بن شريفة وتدخل الدفاع من هناك يدخل منطقة عمليات محاولة الشباب محاولة لكن ذيع وكواكو وكواكو تقصم الكرة من بارتي ثم ترجع وكواكو وكواكو منطقة العمليات هذه الكرة صعبة لصالح فريق شباب قسنطينة وحاول وتدخل الدفاع بأي طريقة المهم لإخراج الكرة الكرات الصعبة وكرة لمسعدية لكن تخرج توزيع نحيط بن شريف وليد وتخرج المدعم بأنصار نقول أن السنافر موجودين بكثرة القدوم تحم مزال يتوافد على ملعب الشهيد حملاوي والكرة لشباب قسنطينة ليصنع اللعب ولكن لحد الآن الفعالية والتسجيل ما فيه هذا عرامة يبقى دايما كما قلت للتسرع نظن نشاهد أن 25 دقيقة الأولادين يتحكم في زمور أموم المقابلة ونظن راو استحود على وسط الميدان وضوك راوي هاجم وفركة جمعية شلف راوي يعني لعب بي حدر الخطة دفاعية ونظن التسرع لحد الساعة أنا شاف فيه كين يعني هجمات من فريق شباب قسنطينة لكن يبقى يدغى عليها طابع التسرع نعم نعم لأن الكرة خطأ خطأ على الدفاع وعلى اللعب اللعب يحب رقب 19 خذاري خطأ يعني موجود الخطأ لأنه كان فيه دفع من الخط على الخذاري على الصورة طويلة من سريق جمعية شلف الجمعية ربما يحاول أنه يلعب على طريقة الهزمات المعكسة ونشوف التدخل تدخل من اللعب كواك من الخلف يعني والحكم كل ربما من النار الشفوي لللاعب والعمل في وسط الميدان لصالح شباب قسنطينة فتح الأمام والموجود نعماني قامت يسبح له باختناص الكورات العالية فوفي فوفي أمام مجموعة من اللعب ما يمرش فارجع الكورة لزاوش من هناك الخضاري الخضاري التماس الكورات كلها التماس الكورات كلها يعني ما تمرش إلى عناصر جمعية شلف ولكن الخير الدفاع هو الهجوم يقال لأن لو تبقى في حال الدفاع مثل هذه ربما الأخطاء تكتر نشاهد هنا في 27 دقيقة هذه الجمعية تشلف فراورا إلى الوراء ويلبي هذا ما من الكورات التي يخرج فيها بتلقة عشوائية ويقول لكي لعب مرتبة لكي خاطر ويخرج من المنطقة خاصة أن شاهدوني في نصف ساعة الأول شفيف قصنطينة رغم سيطر على وسط الميدان سيطر كامل يعني ما شفنا حتى لقطة لقطات يعني معدى لقطة كواكو اللي كانت فرضية فرضية قد في الباعد معدى ذلك ما شاهدناش الكثير ويبقى فريق شفيف قصنطينة يحاول ولكن فريق جمعية تشلف فريق عنيد فريق عنيد عنده لعبين يتمتعوا بال يعني يقول باليقب دنيا نعم لعبين وعاد في الأسبوع الأخير يعني عاد بيقوها والحارس يدخل وتبقى الكرة للسلح شفيف قصنطينة في محاولة من على الجهة اليوم راح يدفع بهذه الكرة لأبام نحي صلح وفي وفي وحده وفي وتدخل نعماني تبقى لعلاج علاج والكرة إلى محاولة أخرى تبقى لفريق بل الجمعية ولكواكو خطأ يصفر الحكم تشوف الإعادة فقط تدخل من من خوافي ومحاولة نعماني يخرج الكرة هذه تبقى لعلاج وتدخل فنشوف ها بالإعادة مرة أخرى حتى تكون الأمور واضحة وظهرة والأمور يعني مع الصور التي نشاهد مع الإعادة فوفي يفتح نعماني ثم الكرة الكرة يعني ما نشاهد ناشك ولكن نظن نربط من خريج مدرسة مدرسة فريق بير خادم نعم ملعب في اتحاد البوليدا لعب عنده الإمكانيات خاصة الإمكانيات يعني البدنية والارتقال جيد وطول قام نلعب الرأس جيد نشتوشهدتهم بعدز مقابلات يعني ونسجل هدف حاسمة لجمعية وفي طبعا نقول أن المدرب المناخب الوطني هز عليه نظرة نعم إن شاء الله يعني بغمار سيكون من اللعبين ليستدعيهم الناخب الوطني للمنتخب الوطني العماني شاب معوش شاب صغير كتير والمحاولة لفريق شباب قسنطينة كل المحاولات في فريق شباب قسنطينة نصف ساعة تمر النتيجة صفر مقابل سفر وتبقى الجمعية صامدة أمام محاولات فوافي أمام محاولات بن شريفة وكذلك محاولات حتى على الجهة اليمنى اللي قام بها أرماش ومحاولة فوافي مرحب على الفرح كانت بعيدة عليه كثير ولكن عنده شعبية كبيرة في خسنطينة هذا اللعب فوافي مميزة عنده إمكانية كبيرة خاصة الملوغة ويتوغل بسرعة يعني عنده نعم هذه القوة هو لعب من مدى غشقرة مدى غشقرة لعب دولي ملغش ملغشي واللعب كذلك عنده زميل في اتحاد العاصمة وفي اتحاد الحراش نعم في اتحاد الحراش نعم في اتحاد الحراش ومحاولة لكوافي ثم ترجع كورا لبو شريف بو شريف وشرع بالكبيرة هذه أمام بن شريفة اللي يلعب على الجهة اليسرى ولكن يصعد كثير بن شريفة بن شريفة وليد وشقيقه زكريا اللي يلعب في شباب بالوزداد وهما من من مدرسة كبيرة جدا هي مدرسة الوامار يعني العناصر نعم الكورا اللي فوفي اللي حامل فوفي دخول منطقة العمليات بن شريفة يوزع هذه الكورا لكن من هناك تجار يرجع التجار سعد تجار سعد وانطلاقه ووحده تجار سعد فيه أماما سقوط اللاعب تجار تبقى الكورا لشباب قسنطينة على الجهة اليمنى رح يفتح اللاعب مباشرة نحيط فوفي العارضة تنقذ اللوقف والحكم يدخول ضربة الجزاء الحكم يألن عن ضربة الجزاء لفريق شباب قسنطينة رح نسهل ذلك بالإعادة نشوف فوفي ما سجلش رغم نشوف وضعية يعني كانت مناسبة بإنسجل فوفي نعم فتحة فوفي شوف ضرب كورا ومساعدية أماما أعماني وزاوش الصورة سنعيدها لمرة أخرى مع المخرج نوفل شيطا شوف فوفي ضيع ثم مساعدية فيه طبعا اعتكاك ولكن الكريمة الأخيرة السعادية يرجع ونظل ضربة نوع المقاسية نوع المقاسية إذا كان فيه طبعا فيه رضا مارتماء وراح أخلي طبعا الاختصاصيين هم اللي يقول ما حدث في هذه اللقطة ولكن اللقطة بالإعادة وبالصورة البطيعة كانت ضربة الجزاء اللي أعلن عليها بوشريت اللي الآن في الضربة بوشريت القائد ضربة الجزاء أمام صالحي عبدالقادر صالحي وبوشريت الحكم يطلب من اللاعبين على احترام خط 18 متر عدم الدخول ويستجل بوشريت يستجل بوشريت في الدقيقة الخامسة والثلاثين هذه ضربة الجزاء التالية التي سجلها على التوالي ضد نصر حوسين داي وفي السورة ضربة الجزاء واليوم ضد ولكن بوشريت الإمكانية التاعه والخبرة التاعه عملة الفارق والمحاولة اذا اللي كانت وراءها بوشريت وامساعدية جاءت بهدف في الدقيقة الخامسة والثلاثين من تسجيل بوشريت نقول ان ضربة الجزاء صعب صعب على اي حرص انه يلسكها لانه كانت منفذة في الساوية التسعين الكورالي صالح شباب قسنطينا بوشريت ناحية وليد بن شريفة وفي وتدخل الدفاع وفناس لصالح بن شريفة ناحية فوفي خطير جدا خطير جدا في هذه الكورات يفوز عليه الدفاع ووليد بن شريفة يدخل في هذه الكورة وتخرج الى التماس السيد براتشي يطلب منه الحكم عدم اجتياز الخط يرجع الكورة بغي طريقة أو رزع الكورة بالطريقة هذه كان المفروض انه يخلي الكورة في مكان هذا لانه كين شباب يسترجعوا الكورات والمحاولة لفريق شباب قسنطينا رماش ترجع كورة ناحية بوشريت عمل فردي على الجهة اليوم ثجار ساعد وخطأ على ثجار بوشريت بوشريت نعرف علي انه سريع الحركة يلعب في وسط الميدان يعني دفاعي وهجوم جميل نظن حلقة الوصل في الفريق شباب قسنطينا هو اللعب بوشريت جغبالا جغبالا وحافظ على كورتو يرجع لي من لق يرجع تماما على ناحية بارتي ومحاولة تهدئة اللعب من فريق شباب قسنطينا وكذلك ربما جلب اللعب جمعية شرف الامام لانه جمعية شرف رح يكون رد الفعل تحها من المفروض يكون يعني مباشر يعني يكون بطريقة سريعة حتى وإن كان يعني يقول نخلوها الاختصاصيين هذه لقطة ضربة الجزاء هذه والحكم علم على لقطة الجزاء يعني هو سيد الموقف هو حكم هذا اللقاء إذن الكرة لفريق أو بدرو هرجع الكرة لشباب قسنطينا علاج وخطأ خطأ على بوشريت بوشريت نعم بوشريت بوشريت والسنافر يحتفلون بربما هذا الفوز في 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 الدقيقة يعني الثامنة أو التاسعة أو التلاتين فقط يعني الكرة والمقابلة مازالت متواصلة والأمور لم تحسن بعد لأي فريق يعني في نفوس اللاعبية جمعية تشلف هذا ممكن جدا لأنه الرد الفعل ما نعرفش كيف يكون والعمل رح يكون على مستوى هجوم جمعية تشلف يعني المنقوس من خدمات اللاعبين كتير يعني المحاولة هذه ليمسعود لكن بن شريف وليد من هناك رح يخرج الكرة أو يبعث بها ناحية سيدريك 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 محمد يرجع كرة شوف الخطأ يرتكب الخطأ على يعني التسرع بالنسبة للاعب جمعية سرع لا يتيح يتسرع في إعادة الكرة هذه بطريقة سريعة جدا المفروض أنه يتحكم في الكرة هذه و فيه لعب واقع على أرضية الميدان تدخل خشن على اللعب صامير صامير من اللعب بدرو بدرو نعم من اللعب بدرو اللعب البنيني إن شاء الله سلامات على اللعب وطبعا كالعادة الطبيب الفريق ورجال حماية المدنيات في خدمة الجميع طبعا رح ينقلوا اللعب حتى لا تكون فيه هناك طبيعا للوقت هذا بشريت لما نفذ ضربة الجزاء كان يعني نقول ربما رازين كان متأكد ورازين وبعت ضربة الجزاء هذه والكرة في الزاوية التسعين فرحة لأنصار فريق شباب قسنطينة والواحد ورعين دقيقة من الشوط الأول للنتيجة هدف منذ الدقيقة الخامسة والثلاثين لسالح فريق شباب قسنطينة عن طريق ضربة الجزاء الفعل أو رد فعل فريق جمعية شلف لحد الآن ما زال لم يكون هناك رد فعل يعني سريع بماذا عنظم يعني شي ملاحد لأن فريق جمعية شلف رامون هزم يعني بهدف ليسافر ونشوفه ما زال متقوقع يعني ما زال مخرش من المنطقة جاء وهذا راجع نظن السيطرة التي عشبه قسنطينة خاصة على وسط الميدان وسط الميدان نقول أنه الطريقة اللي يلعب لها الشباب قسنطينة يلعب ثلاثة مسترجعين يلعب يعني ببوشريت وعلاك في استرجاع وأمام هم جلاحين جلاحين إذن يلعب بطريقة خمسة لا يلعب بطريقة ربعة ثلاثة ثلاثة مع رجوع صامار الجهة اليمنى يقفل معها في وسط الميدان يغلق يعني المنف نعم إذن أربعة في الدفاع وثلاثة في وسط الميدان وثلاثة ربعة في العمل على منطقة الهجوم والمحاولة لنصالع فريق شباب قصدينة وخطأ يضيع فريق شباب قصدينة الكرة يولي اللعب صامار يعود يدخل إلى وسط الميدان يغلق على الجهة اليمنى نعم فيه يعني تبادل في ال في ال البيبوس يعني هذا هذا الشيء اللي يعمل فيه ودخول صامار إلى وسط الميدان يخلي اللعب رماش يعني يفتح الكولوار نقول شباب قصدينة هذه يعني ربما القوة القوة تاعه الرواقين الرواقين يعني بن شريفة وليد يلعب كمدفع أيصر ويصعد خير يعاون الهجوم نعم ونفس الشيء على الجهة اليمنى يعني رماش يصعد ويعاون الفريق على الجهة اليمنى نعم بينما جمعي شريف نقول ربما الشوط الثاني وبعد ما تكون نصايح المدرب السيد بالشوية وكبير رمين رح تكون ربما طريقة أخرى ينتهجها فريق جمعي شريف اللي نقول حتى المباراة اللي أداها يعني المباراة الإفريقية يعني كانت طلبت منه جهد كبير نظن عامل التعب رح يأثر شوية على فريق جمعي شريف نظن ندعبه مقاولة ضد النادي الإفريقي وزادوا لعب مقابلة ضد بحر هذه الأسبوع مع مولدية وهران يعني وليوم مقابلة نظن تلت مقابلات في ضرف أسبوع نظن العامل البدني يعني حيأثر خاصة في شوية نعم هذا صحيح يعني الأداء جمعي شريف والروح القتالية حتى وتكون الروح القتالية فحش تكون بالروح القتالية لأن اللعب لما يكون منهك بذني يعني يحاول المحاولة قوية تدخل الدفاع ترجع محاولة وصالحه شف القوة الحارس أول أن طول قامته متر وحوالي 93 طول قامت الحارس إلى جانب البنية المرثولوجية لهذا الحارس الشاب صالحي يقول أنه يغطي منطقته كما ينبغي رغم المحاولات العديدة يعني شوف التدخل يعني كان في المكان المناسب نعم الكرة تخرج للتماس للمسعود ورقم 24 من اللاعب السلاحي تقريبا ما وجدنا همش في الهجوم ولدالش فاللعبين كلهم يلعبوه بطريقة بطريقة في الطريقة يعني في الدفاع يعني متماسكين في الدفاع وها وهو الأخطاء التي ترتكب مثل ضربات الجزاء مثل الكرات الثابتة القريبة على خط 18 متر أشياء يعني من المفروض أنها يتفدأها الفريق جمعي يتشلف بهذه المباراة زائد تلتقى بدل الوقت البدل الضائع يعلم عليها حكم السيد غربال كواكو ولكن جغبال يتفوق عليه وبينعلاق هذه الكرة الكرة الفوفي وانطلق انطلق فوفي تدخل الدفاع يخرج إلى الركنية خطير حقيقة خطير جدا هذا اللاعب الملقاشي اللاعب الملقاشي اللي موجود في اتحاد الحراش هو أمدا نعم وأندريا هو اللاعب الملقاشي اللي متواجد في اتحاد العاصمة يعني نقول أن اللاعبين الملقاشيين إمكانيتهم جيدة يعني أنا نعرف الملقاش في الملكم يعني عندهم ملكمين ممتازين ويحتضنوا في كل مرة بطولة إفريقية الملكم المحاولة خطيرة خطيرة وستة مطار كانت يعني سهلة لو نشوف الإعادة كانت سهلة بالنسبة اللاعبين ربما سوء التفاهم بنا شوف الإعادة عرما مساعدين كلمة مفروض اللاعب يعني يوجد روحه كما ينبغي نعم الكرة إذا لصالح جمعي تشلف والحارس صالحي دقيقة السابعة والأربعين الكرة ضايع وتمشي لفوفي وبشريط بشريط أمامه على الجه اللي من يفتح نعم حتى من الرواق اللاعب اللي ربما يحب يكون متحرر من المراقبة وخرج رماش على الجه نعم هو العمل الجيد بالنسبة للعبين لا بد أن ينطلق من وسط الميدان وبعمل ذكي المحاولة طويلة لمساعدية مساعدية يدخل منطقة العمليات وشرعي عمل مساعدية يحاول لكن عماني يتدخل حقيقة أن عماني أنقذ اليوم جمعي تشلف من عدة هفوات كبيرة في الدفاع ما هوش موجود يعني مش متواجد زاوي والخبرة التاعه زاوي سبير يعني نقول أنه يعني من إصارة والمحاولة لفريق صبير وتدخل الدفاع شوف دفاع جمعي تشلف وصح في خطأ في خطأ الدقيقة 48 الحكم غربال يعلن بعد نحظات فقط على نهاية الشوط الأول بتقدم شباب قسنطينة بهدف مقام سفر من التسجيل وشرت في دقيقة 35 عن طريق ضربة الجزاء إذن يعلن غربال عن نهاية الشوط الأول بتفوق قسنطينة شباب قسنطينة بهدف مقام سفر من إمضاع اللعب بوشريت إذن نترككم سيدتي إلى الشوط الثاني دمتم في رعاية الله وحبته وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر